هو ايه اللي بيحصل للزمالك يعني انا 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 جماعة بشجع النادي المصري وشجع الزمالك جدا جدا الحقيقة انما انا تعبت والله العظيم تلاتة انا تعبت وبعدين يعني انا حيطة التحفيل من الاهلوية ومن غيرهم ما معاهم حق يعني ما احنا لو كنا نادي بنكسب ولا بنتنيل ده انت بتلعب بكل نجومك وبتلعب واسعة المستشار رجع والحياة مش عارف عاملة ايه والاخ شيكبالة يا جماعة منين فع الكلام ده ده انتو يعني الحمد لله ان الزمالك النهارده خلص بتلاتة انما اللي احنا شايفينه ده منظر الحقيقة كان يعني المحالة كان من المفترض انه يجيب له خمسة يجيب له ستة يعني يوسعها شوية ويبحبحها كده عشان واضح ان فريق الزمالك بقى يحب الايه الستات بس يعني ما ينفعش انا راجل زمالكا وهو وبقول لكم والله العظيم حرام عليكم ده انتو هارتونا ده احنا تعبنا نفسيا ده انا مع انتش عارف اطلع اتكلم في الكورة ده انتم يعني احنا الوقت متعلقين في الزمالك كده زي ما يكون واحد يعني ايه خلاص طب عشان كبيرنا بقى وانتهينا والكلام ده كله طب انتم متوققين اجيال صغيرة تطلع تشجع الزمالك ازاي متوققين ناس تطلع تشوف يعني نشوف لك مرة مرتين ماشي انما كده على طول الحقيقة صعب اوي 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 صعب جدا ونسبت الصعب بقى مبروك للمحل يا جماعة طبعا مبروك للمحل اهو محمد عبدالناصر في ويني بس يقولي بقول مبروك للمحل ماشي يا سيد يا اهلاوي مبروك للمحل يا سيد مبروك لأي فريق بيغلب الزمالك يا سيد مبروك لأي فريق بيكسب وربنا ياخد بقيد كل الفرق اللي بتخسر واحنا بقنا نخسر كتير اوي 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 في الزمالك الحقيقة بجد يعني كفاية كده